السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلبات وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني العديدي نارضة إن شاء الله هنحل مع بعض اختبارات همة جدا ومتوقع بإذن الله في الامتحان طبعا الناس اللي لسه أول مرة تابعنا ادخلوا على القناة هتلاقوا فيديوهات الشرح والحلل للمنهج بالكامل وكمان هتلاقوا فيديوهات للمراجعة على جميع سئلة المنهج بس قبل ما نبدأ ياريت تدعمونا بلايك وشير للفيديو اشتراك في القرانة وفعلوا الجرس علشان يصلكم كل جديد بنقدمه إن شاء الله دعمكم مهم جدا لنا لإنه بيشجعنا نقدم أكتر ونستمر يلا نبدأ مع بعض هنبدأ مع بعض بالاختبار الأول السؤال الأول ده سؤال سؤال ده زي ما قلنا دايما قبل كده السؤال ده بيعتمد على إن نسمع إن انت بتستمع إلى نص من خلاله بتجاوب على الأسئلة الموجودة قدامك حاول إن انت تقرأ الأسئلة كده تاخد كده فكرة عنها قبل ما تسمع نسمع كده مع بعض بيقول لي السؤال الأول بيقول لي ما تظهر عادل المتحف طبعا هو قال لي أين يوجد متحف المصري الفن الحديث طبعا أين كاير كم التكلفة أو السمن اللي عادل دفعها لزيارة المتحف طبعا هو قال لي إن هو فور فري يبقى ناثين شاف إيه هناك طبعا السؤال الثاني ده سؤال الدالوج وده سؤال مهم جدا مهم جدا إن احنا نقرأ الدالوج كاملا من العنوان اللي هو طبعا فوق ده بلون داكم إلى نهاية الدالوج العنوان ده مهم جدا ممكن يكون فيه إجابة سؤال أو على الأقل هيعرفني المحادسة بتتكلم عن إيه كمان طبعا كل نقاط الدالوج بترتبط ببعضها فلزيك أنا نازم أقرأ كلها الأول وبعد كده أبدأ إن أنا إيه أجاوب طبعا إحنا كنا شرحنا إزاي تحل سؤال المحادسة وشرحنا إزاي تكون سؤال سواء هو سؤال بمعنى هل أو سؤال بأداة استفهام طبعا الفيديو بوجود على القناة سيب لكم اللينك بتاعه في الوصف تقدروا تدخلوا واتبعوا فيديو الشرح كاملا بيقول لي يارا وسلمة بيتكلموا عن الطعام الصحي فهيارا بتقولها من المهم إننا ناكل طعام صحي هل توفقي فهترد طبعا سلمة تقول لها طبعا أيوة طبعا أنا أوافق هتجاوب بالإثبات سألتها سؤال قات لها لا يجب إننا ناكل طعام سريع لأنه غير صح يبقى هي ده سؤال بمعنى هل أنا عندي فعل مساعد أو فعل نقص في الجملة باستخدمه يبقى يعزة تقول لها هل يجب هل يجب إننا ناكل eat fast food اللي هو طعام سريع هل يجب إننا ناكل طعام سريع قات لها لأ طبعا we shouldn't eat fast food it's unhealthy should we eat fast food سألتها سؤال تاني قات لها نعم المشروبات الغازية ليست مفيدة لصحتنا يبقى أنا ممكن أقول هل المشروبات الغازية ضرب صحتنا لأنها هنا قات لها نعم طبعا أنا عندي هنا فعل أساسي ما فيش فعل مساعدة لكن أنا بستخدم طبعا هنا فعل في المضارع البسيط يبقى sorry aren't aren't sorry drinks هنا مشروبات يبقى أنا عايزة أقول هل المشروبات الغازية يبقى أنا عايزة أقول are هنا فعل مساعدة هل المشروبات الغازية drinks هنا معنى مشروبات are foods drink is مثلا أقول a bad for our health هل المشروبات الغازية مضرة بصحتنا قال لا طبعا نعم هي ليست جيد what food should we have ما نوع الطعام اللي إحنا نجيب أن نحنا ناكل فردة قالت إيه قالت لها all kinds of food كل أنواع الطعام يبقى هي عايزة تقول لها يجب أن نحنا ناكل كل أنواع الطعام we should have all kinds of food قالت لها what do you mean ماذا تعني قالت لها إيه مثلا ممكن تقول لها أن أنا أعني I mean you should you should مثلا have you should have a balance of diet جدا إحنا الأول بنقرأ القطع كمالة ونفهمها وبعد كده بنبدأ بقى نجاوب من خلال القطع أو من خلال فهمنا القطع بيقول لها reading is a very important habit الكراءة دي عادة مهمة جدا it gives us new ideas and improves our language هي بتحسن لغتنا هي بتعطينا معلومات جديدة وتحسن لغتنا دي ميني اللي هي when you read عندما تقرأ you need to be in a quiet place أنت محتاج أن أنت تكون في مكان هادئ it's better to wear your reading glasses if it is necessary من الأفضل أن أنت ترتدي نظارة القراءة لو ده ضروري also you should read different كمان يجب أن أنت تقرأ في مختلف topics في مختلف الموضوعات and different fields في المجالات المختلف it's a good idea to have a pen in your hand فكرة جيدة طبعا أن أنت يكون معاك قلم في يدك to underline or circle the important points to remember what you read طبعا أنت من المهم أن أنت يكون معاك قلم في يدك طبعا تحط لخط أو دائرة طبعا على النقاط المهمة لكي تتذكر بقرات it's good to discuss what you have read with your friends as well طبعا من الجيد أن أنت تناقش طبعا ما قرأته مع أصدقائك people read for different goals الناس بتقرأ لهدف مختلف some people read for enjoyment بعض الناس بتقرأ له الاستمتاع to feel happy and spend nice time لكي تشعر بالسعادة أو تقضي وقت راح others read for work بعد الآخرين طبعا بيقرأوا للعمل students read for their study or research الطلاب بيقرأوا للدراسة والبحث all of us read the news daily كلنا بنقرأ الأخبار يوميا and the weather reports وكمان تقارير الضغر السؤال الأول بيقولي the opposite of the underline word remember is مضاد كلمة underline underline مضاد الكلمة اللي هي تحت خط اللي هي remember remember دي معناها يتذكر طبعا مضاد الضهل هي forget اللي هي ينسى أما discuss يناقش repeat you carry remind you discussing what you have read is مناقشة ما قرأته هو ده شيء طبعا useful مفيد أما wrong خطأ useless بلا فائدة helpless بلا نفع أو بلا فائدة some people read to feel not up بعد الناس بتقرأ لكي تشعر بالسعادة اللي هي feel happy بعد كده بيقولي what is the main idea of the passage الفكرة الرئيسية في القطع طبعا السؤال ده ممكن أقوله بكذا طريقة ممكن أقول reading القراءة ممكن أقول الفكرة الرئيسية بتنكلم عن أهمية القراءة يبقى هنقول the importance of reading what does the underlying word it refers to الضمير it اللي تحته خط ده بيشير إليه أخد بالي بقى أن الكلمة لو جاي لضمير يقولي الضمير ده بيشير إليه لازم أبص فيه الجمل اللي قبله لأن طبعا أكيد في اسم الضمير ده بيعود عليه طبعا هو هنا بيشير إلى reading القراءة why do you think you should have a pen when you read ماذا تعتقد ليه أنت يجب أن أنت يكون معاك قلم في إيدك طبعا وإنت بتقرأ هو قال لي هنا في البسجة it's a good idea to have a pen it's a good idea to have a pen in your hand to underline or silker the important point to remember what you read طبعا بيقولي جيد أن أنت يكون معاك قلم تخطط طبعا أو تحط دايرة على النقاط المهمة لكي تتذكر ما قرأته دي جابت السؤال number six بعد كده سؤال السؤال ده سؤال مهم جدا احنا الاول بنقرأ السؤال وبنترجمه وبنفهمه بعد كده بنقرأ الاختيارات الأربعة وبنترجمها برضه وبنفهمها وبعد كده بقى بنجاوب على السؤال أو بنختار الإجابة الصحيحة طب لو لو أنا عندي سؤال في قواعد قاعدة أو أي حاجة طبعا من الحاجات اللي احنا درسناها في الجرامر احنا هنا بنشوف القاعدة ايه وبنحاول ان احنا نطبق بقى الحاجات اللي احنا فهمناها على السؤال بيقول لي can I borrow your jacket عايز اقول ان هل استطيع ان انا استلف الجاكت بتاعك ايه انا هنا بقى دي قاعدة طبعا اللي هي ترتيب الصفات ناخد كده سؤال سؤال بيقول لي old cotton blue طبعا ده مش هينفع لي لان هو هنا جاب لي العمر والمادة الخام واللون وهو عمر المفروض عمر لون مادة خام ومادة الخام في الايه old blue cotton طبعا دي هتكون الايه هتكون الاجابة اللي هو الترتيب الصحيح لان هنا عمر لون مادة خام we blue old cotton مش هتنفع لانه هجاب لي هنا اللون قبل العمر we cotton جاب لي المادة الخام في الاول ليه بقى الترتيب الصحيح old blue cotton I am thirsty and do you have not water هل لديك أي مياه؟ هل لديك أي مياه؟ يبقى الإجابة أثناء دراستك يجب أن تأخذ كده بلاحظات يبقى تأخذ كده بعد ذلك يكامل ويقول لا تأكل الكثير من الحلوة هي مضرة لأسنانك لا تأكل الفعل في المصدر يعني الفعل بدون أي إضافات يبقى لا تأكل عبد الله قادر على قراءة القصة أما كوك يطبخ فكس يصلح شيكسبير كان فوتبولر لعب كرة قدم أو كاتب أو كاربنتر نجيار أو بنتر رسال ويقول هو كان رايتر ويليام شيكسبير كان كاتب معروف والدي يحب أن يسافر بالطيارة لأنه السفر بالطيارة مريح غير مريح مطعب بورينجي طبعا دي معناها ممل يقول هنا عادل صندل مرخيص بالأمس أخذ بالي هنا هو من الجلد المادة الخامة ولا جلد زهب ولا سيلفر فضة ولا وضن خشبي طبعا الصندل سيكون من اللذر السيارات والأوتوبيسات لا تنطش بولوشن تسبب تلوث أكثر يبقى قوز اما يعد يقلل يوقف عايزة أقول الأختي دائما بتقدم الطعام لنا أو العشاء وهي طبعا هنا سيرف يعني هيختم أو يقدم طعام أو شراب تستس يعني هيتزوق يتزوق بعد كده سؤال الكوريكت بيقول لي ريتاش كان ضد كاراتي عايزة أقول لي ريتاش تستطيع ان هي تمارس الكاراتي احنا قلنا ان كان بيجي وراء الفعل في المصدر يبقى دو عايزة أقول ان ابراهيم بيشاهد مباراة كرة القدم على تلفزيون الآن أخد بليني ناو دي علامة من علمات المضارع المجتمع يعني زاد الفيرب إبراهيم مفرد يبقى إز وضف للفيرب نجيب عبدالوهاب لديه الكثير من المياه عايزة أقول ان عبدالوهاب لديه الكثير من المياه انا عندي ووتر لا يعادي بقى موتش احمد سوف يصنع طائرة ورقية يبقى سوف يصنع طائرة ورقية بعد كده بيقول لي زيارة للمتحف طبعا احنا بالفعل شرحنا او قدمنا فيديو طبعا في شرح سؤال البراجراف وقلنا ازاي تكتب باراجراف وازاي تكتب جمل صحيحة قصيرة مفهومة تؤدي المعنى طبعا احنا شرحنا ازاي ان انت تكتب جمل في اي موضوع طبعا من غير حتى ما تحفظ الموضوع المهم ان انت تكون فاهم الموضوع بيتكلم عن اين كمان احنا قدمنا شرح الاهم الموضوعات الممكن يجي منها سؤال في الامتحان وقررنا الموضوعات علشان تقدر تاخد منها افكار تساعدك وانت بتكتب وكان من ضمن الموضوعات طبعا تقدروا تدخلوا على القناة واتبعوا فيديو الشرح كاملا انتقلنا الى الاختبار التاني وده برضو اختبار مهم جدا والسؤال الاول ده سؤال الليسنينج سؤال استماع نسمع كده مع بعض بيقول لي انت تشينا people eat eggs that are months or years old they are called century eggs they are black and green inside they smell a lot and have a salty taste السؤال الاول بيقول لي انت people eat eggs that are months or years old طبعا انت تشينا في الصين الناس بتاكل بيت طبعا بيكون عمره شهور او سنوات the text is about النص ده عن century eggs اللي هو بيت القرن these eggs are not inside طبعا اللون البيت بيكون black and green these eggs have not taste salty taste السؤال التاني ده سؤال الدالي بيقول لي ياسر is in a closed shop looking for a pair of trousers ياسر في محل ملابس بيبحث عن بانطلون فالشوبكيبر اللي هو الباع بيقول له can i help you هل استطيع مساعدتك فرد قال له ايه i am looking for a pair of trousers انا بدور على ايه او ببحث عن بانطلون يبقى ممكن يقول له هنا طبعا yes please نعم ايه نعم من فضلك i am looking for a pair of trousers انا ببحث عن طبعا بانطلون but could i try them on first ولكن هل ممكن ان انا اجربه اولا قال له of course طبعا بالطبع ممكن بقى يقول له ايه قال له thank you ممكن هو مثلا يقول له the changing room حجر التغيير الملابس is over there the changing room is over there حجر التغيير الملابس ايه هناك قال له thank you فالشوبكيبر سأل سؤال no they are too small لا هي طبعا صغيرة جدا يبقى عايز يقول له هل البانطلون بينسبك يعني يبقى يقول له ايه do they fit you do لان طبعا تراوزرز جامع do they fit you هل هو بيلقمك قال له no they are too small فسأله سؤال ثاني بقى ياسر قال له yes here you are ايوا اتفضل يبقى هو هنا عايز يقول له مثلا هل انت عندك واحد اكبر يبقى do you have ممكن يقول له a bigger size او bigger ones do you have bigger ones احنا استخدمنا وانز هنا علشان التراوزرز جامع do you have bigger ones قال له yes here you are قال له they are great طبعا ده عظيم جدا قال له ايه قال له okay let me wrap them for you خلينا كده ألفها لك قال له thank you يبقى ممكن يقول له بقى i'll take them او هاخد البنطرون i'll take them اتكلم عن التراوزرز ايه لاني طبعا التراوزرز جامع بعد كده قطعت الريدنج بيقول انجليش is an international language طبعا الانجليزي ده اللغة دولية او عالمية and millions of people are learning it all over the world وطبعا ملايين الناس بتتعلموا حول العالم many students who learn english will use their english to communicate with other speakers طبعا العديد من الطلاب اللي هما بيتعلموا اللغة الانجليزية بيستخدموا الانجليزية في الاتصال ب المتحدثين الاخرين this means they have to be able to ده معنا ان هما يكونوا قادرين على they mean اللي هما students يبقى الطلاب هيكونوا قادرين على understand each other ان هما يفهموا بعضهم البعض students have studied english for more than 90 years in Egyptian schools الطلاب بيدرسوا اللغة الانجليزية منذ اكتر من 90 عام في المدارس المصرية many english books are read in schools and universities العديد من الكتب الانجليزية بتقرأ في المدارس والجامعات Egyptian students are often sent abroad to english speaking countries طبعا الطلاب اللي هما المصريين غالبا بيرسلوا الى الخارج طبعا لدول طبعا ناطقة باللغة الانجليزية nowadays هذه الايام teachers help their students to develop their language skills of listening, speaking, reading and writing هذه الايام المدارسين طبعا بيساعدوا طلابهم علشان يطوروا او ينموا مهارات اللغة زي الاستماع والتحدث ور القراءة وكبان الرايتنج اللي هي الكتاب tourists who speak english visit our country all the year round طبعا السياح اللي بيتحدثوا اللغة الانجليزية بيزوروا دولتنا طول العام we should realize the importance of learning english يجب ان احنا ندرك اهمية تعلم اللغة الانجليزية السؤال الاول بيقول students choose english to not with others عايز اقول ان الطلاب بيستخدموا اللغة الانجليزية علشان يتواصلوا مع الاخرين يبقى communicate اما help يساعد stay يبقى play يلعب Egyptian schools have taught English for more than not years عايز اقول ان المدرسة المصرية بيتعلم الانجليزي منذ اكثر من طبعا هو قال لي 90 سنة the word develop كلمة develop اللي هو معناها يطور او ينمي can bear bless dubai ممكن ان احنا نستبدلها به improve اللي هي يحسن او يطور اما prove you barhen remove يزيل و clear معناها واضح بعد كده بيقول لي ايه what does the underlying pronounce they refers to الضمير زي ده بيشير الى ايه طبعا it refers to students اللي هو بيشير الى الطلاب give a suitable title for the passage اعطي عنوان مناسب للقطع السؤال ده سؤال سهل جدا انا ممكن اكتب عنوان يكون طبعا غير عنوان اللي زميلي او زميلتي تكتبه ولكن برضو يكون صحيح انا ممكن اكتب اكتر من عنوان ولكن اهم حاجة ان هو يكون من خلال السياق العام للقطع القطع كلها بتتكلم عن اهمية تعلم اللغة الانجليزية يبقى هنقول ايه اللغة الانجليزية اللغة الانجليزية اه في جميع انحاء العالم طبعا هو قال لي اللغة الانجليزية لغة انترناشنال لغة عالمية يبقى احنا بنتكلمها في جميع انحاء العالم عشان يتواصلوا مع بعضهم البعض بعد كده سؤال تشوف بيقول لي ماي ماذا والدتي not a french article into arab عايز اقول ان ماما بتترجم مقالة فرنسية للغة العربي بترجم اللي هي translate اما بوش يدفع ووش يغسل ميك يصنع not fast food fast sorry not food taste is hot طبعا مذاقه حار اللي هو الطعام المتبل نايس رائع جوسي طاري او عصيري وسويت حل don't make noise لا تصنع ضوضاء you will know the baby عايز اقول انت هتخوف الطفل يبقى frightened اما بليز يسعد فيديو يطعم هل بيسعد selma play the guitar she is in a famous not selma بتنزف على الجتار هي في famous a band فرقة موسيقى بعد كده بيقول لي he is going to not mountain biking عايز اقول هو سوف يجرب ركوب الدراجات في الجبال يبقى try to be good at sport you should not eat اللي كي تكون جيد في رياضة يجب ان انت اللي هو اي تمارسها يبقى practice عما protect يحمي جس يخمن repair not or like planes but they don't have wings هي تشبه الطائرات ولكن ليست لها جنحم هي الهليكابترز اللي هي الطائرات العمودية not to travel to luxor يبقى are you going طبعا ده سؤال are you going to luxor هل انت سوف تذهب الى الايه الى الاكسر لان انا عندي هنا two last week الاسبوع الماضي mona not to cairo by bus عايز اقول مونة سافرت للقاهرة بالاوتوبيس اخد باللناس يعني على الماضي يبقى التصريف التاني للفعل يبقى طبعا مونة او مروة sorry traveled if i not all my exams i'll be happy عايز اقول لو انا كتست كل امتحانتي سوف اكون سعين if و مضارع will و المصدر ولكن انا اخد بالي ان انا عند الضمير i بجيب معا فعل في المصدر يبقى if i pass بعد كده سؤالي يقولي i hope she will got the gold medal اتمنى ان هي تحصل على الميدالية الذهبية احنا قلنا ان will بيجي وراها الفعل في المصدر يبقى get if you want to be healthy لو انت اردت ان تكون صحي you should eating healthy food يجب ان انت تاكل طعم صحي احنا قلنا النشود برضو بيجي وراها الفعل في المصدر يبقى ايه what you like for lunch عايز اقول ماذا تود على الغداء يبقى what would you like سما new how answer the question عايز اقول سما عرفت كيف تجيب على السؤال يبقى how to answer طبعا دي قعدة know how to اللي هي معناه هيعرف كيفة بعد كده بيقولي اكتب ايميل عن how to choose your clothes كيف تختار ملابسك طبعا احنا كنا شرحنا برضو في الفيديو اللي هو فيديو اللي هو خاص بالبراجراف شرحنا ازاي تكتب ايميل طبعا هنا لازم نحدد فيه حاجة في الايميل هي from and tool subject اللي هو العنوان يعني من و الى الموضوع انا عندي ال subject بتاعي اللي هو how to choose your clothes بيقولي هنا your name is hoda اسمك hoda يبقى الراسل والايميل بتاعك hoda.gmail.com يبقى ده هيكون في خانة from وصديقك nor at yahoo.com يبقى احنا كده حددنا العنوان from and tool subject ونكتبهم بقى في العنوان هنا نبدأ بقى نكتب هنا اسم الشخص اللي انا هرسله الايميل وابدأ من السطر اللي هو الاول اسيب منه مسافة وابدأ بقى الايميل بتاعي بجملة مقدمة مثلا how are you and your family وابدأ اكتب في الطبق بتاعي اللي هو الموضوع وفي الاخر اكتب conclusion كده خاتمة مثلا اسم الشخص اللي هو الراسل الايميل طبعا احنا كنا شرحنا اهم الموضوعات اللي ممكن يجي منها سؤال في الامتحان اسيب لكم طبعا لينك الفيديو في الوصف الناس اللي حابة تشوفوا الشرح وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة لو لسه متابع من معانا للنهاية لايك وشير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد اللي عنده اي سؤال او اي استفسار او فيه اي جزئية في المنحك مش فاهمها اكتبلي في كومنت اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته